وساسى للمراز ملخص أحداث الحلقة 546 اللي بتبدأ بشهد ومواجهة قوية بينها وبين فهد تابعا نهاية الفيديو بتبدأ الحلقة بشهد بتتكلم مع فهدي في الكافي في البداية تشرب القهوة بتاعته وبتقول له إن هي بردة زيه بالضبط خدها منها ردت وقالت عشان أنا حامل يعني وخايف علي قال لا لا بس عشان دي قهوتي قالت له ما خفتش علي يعني ما لقتش قلت دي رحت فين رد وقال لها مش مشكلة رحت فين دي آخر حاجة ممكن الرجل إن هو يدور عليها بعد هروب مراته المشكلة في هروبها من أصله انت ليه أصلا هربتي قالت أنا كنت عارفة أكيد إن انت اعترف مكاني إن أنا عند أهلك حاسيت بالأمان والمفروض كنت تتيجي وتراضيني هناك اتنرفز عليها وقال لها رحت ليه رحت علشان تعرفيهم إن أنا فاشل وإنك هربانة مني وإنك الحاشتي مني ومش عايزة تعيش معايا وإنك خايفة مني سبتيني لأهلك يهزقوني ويهينوني ويخلوا كرامتي ما تسواش أي حاجة ويتهموني بالطمع وكمان إن أنا طمعا في ورسك وإن أنا كنت عايز قتلك كل ده تسبيه وتروحي وتجري عند أهلي كنت بتفكري في إيه بالزبط إيه اللي كان في دمائك ساعتها ردت وقالت أنا كنت خايفة كنت خايفة تموتولي ابني قال لها مش مراحظة أن انت بتقولي ابني كتير فين كلمة ابننا ردت وقالت أنت مش راضي عنه رد وقال ما فيش أبو ما يرداش عن ابنه ما فيش أبو يبقى عايز أصفل نيئة لابنه لكن أنا خفت عليك خفت على قلبك ما يستحملش أنا لو علي أديك قلبي بس تعيشي لكن للأسف الخير ده مش متاح علشان كده كنت خايفة عليك وقلتلك إن إحنا نسمع كلام العقل مش أكتر لكن ده ما يديكيش الحق إن أنت تروحي وتتحامي هناك عندي أهلي ويتبينيهم قد إيه إن أنا واحد فاشق ما أنفعش حتى أكون حاجة وتحطيني في وش المدفع مع أهلك أنا حرور ما سكتتش لي فضلت تهزقني قالت من كرمتي اتهمتني بالطمع وإني عايز أقتلك من ليه بعد كده زيد بيتكلم مع مامته غدا وبيقول لها إيه الحلوة دي كلها ردت وقالت اتكلم عايز إبني الآخر أكيد طبعا جاي عشان حاجة بيقول لها ولا حاجة أنا قلت بس أشوفك كده وسلم عليكي ووصلك يعني منين ما تحبي قالت له آه قل بقى كده أبوك بعتك علشان تعرفه أنا بروح فين بالزبط طيب ريح دماغك أنت وريح نفسك أنا حتصرف الموضوع ده بتنزل غدا بسرعة ليه راشد لي كان قاهد مع صوفي وبتقول له بعيتلي ابنك علشان قاطر يعرف أنا بروح فين وعلى إيه ده كله ده واللفة دي كلها يعني ما تيجي تتفضل معايا يلا البس وتعالي معايا ردوا قال لها أنا عندي كافيه وعندي موعيد قالت له أجل الموعيد دلوقتي وتعالي معايا بمشوار اللي أنا رايحة علشان تعرف بالزبط أنا بروح فين وانت كمان يا صوفي تعالي معايا شهاده بتقول لي فهت حور كانت خايفة علي حور جاتلي عند أهلك وقارتلي ما ترجعيش وكانت نوية تخلص كل حاجة حور فعلا عايزة تعمل كده عايزة تبيع كل حاجة وقتد كل واحد ورسل أنا عارف فهى إن أنت أكيد تتهنت منها كتير ونهزة علتك بالكلام لكن أنا أسفة أنا وريسة وكمان أنا حاجب لك كرامتك أنا فعلا هعوضك عن كل اللي فات بس ترجع معايا على البيت قال لها بيت أنا مش راجع معاك على الفيلة بتاعتك خلاص انسي أنا لو عايزاني تيجي تسكني معايا ردت وقالت معاك فين قال لها معايا في بيتي أنا حققر بيت والمفروض الوحدة تبقى عايشة مع جزها ده المفروض يعني إذا كنت عايزاني فعلا هتلاقيني نروح نأجر شقة ونوض فيها لكن رجوع تاني للفيلة بعد الإهانات دي كلها مش حينفع قرر لي وفقر يا شهد يا إما تبقي معايا يا إما ترجع الفيلة بتصدم شهد طبعا بالقرار اللي أخده فهد أما بالنسبة لهيفا اللي مسك الخاتم بتاع فارس بتعايته بتقوله سامحني أنا ما كانش قصدي كل اللي حصل ده الخاتم ده أكيد كنت جايبة علشان خاطر تدهولي علشان تخطبني به أنا كمان الفلوس كانت نعاية كنت ناويات دهالهم علشان يسبوك لكن لما رجعت الشقة التاني ما لقيتش فلوس فيها قلت أكيد هم راجعوا وأخدوا الفلوس أنا أسفة جدا أنا لازم أنساك وعيش حياتي وأتجوز أنت قلت لي أيوة أن المفروض يكون فستان الفرح ده يبقى الكفن بتاعي لكن بجد أنا مش عارفة عامد إيه يوسف شارت علي علشان يكتب بنص صروته يبقى لازم نتجوز وده اللي أنا حعمله خديجة بتدخل بسرعة على قوضة أسيا وأحدى بتفتش فيها لكن مرة واحدة بتتفاجأ بوجود أسيا وكانت خديجة فتحة اتدرك وبتدور فيه وبتلاهي إدواء وبتيجي مرة واحدة أسيا وبتقول لها عملي ما شكت فيك يا خديجة أنا كنت ممكن هشك في أي حد إلا أنت أنت يا خديجة قالت لها لا أنت فهمني غلط أنا كنت بنظف وبرتب قالت لها بتنظفي وبترتيب بإيه مش شايف معاكي حاجة يعني وكمان من إمتى بتشتغل بيدك ومرفين الشغلات ردت وقالت لها طيب أنا هقولك على كل حاجة يعني أنا بس كنت بدور على التليفون أنا حاسيت أن التليفون ده مسئولتي ولازم أن أنا دور على التليفونات اللي بتضيع دي قالت لها فعلا تدوري على التليفونات بس أنا ما قلت لكيش دوري علي يا خديجة أنا قلت لك شوفوا من بس اللي بيدخل القوط قالت لها منائر ده خلاص يا خديجة أنا عرفت كل حاجة خديجة بتروح ويا منهارة الجزحة عزي الدينو بتقوله عجبك كده عجبك اللي حصل أهي أسيا خلاص شكت فيها وعرفت كل حاجة ومسرها كمان هتعرف أنت اللي عملت فيها كده أنت اللي خلتني أشك في كل الناس اللي حوالي أنت اللي خلتني أدخل للقوضة بتاعت أسيا ودور على أي حاجة أنت اللي خلتني أشك في كل الناس اللي حوالي بسبب أنك مش عايز تقولي مين القاتل وكمان مخوفني وعيشة معاك في رعب وبتقولي أن انت حتدبسني في موضوع القاتل أصلا وده اللي خلني أدخل ودور على أي حاجة ما طالما التليفون بتاع جوالي اختفى يبقى في حاجة عاد يحصل رد وقال لها وانت ايه اصلا لدخلك غرفة اسيا ردت وقالت انا كنت عايزة اشوف اي حاجة تدل على القاتل انت مش عايز تقولي حاجة بس على فكرة انا مش حسكت لو ما قلتليش من القاتل انت قلتلي قبل كده اناك حدبسني فيها لا انا بقى الا هخليك تشيلها يا عزيدي بيتفاجئ راشد وصوفي بالمكان البيوتي سنتر اللي غادة كانت بتدور عليه بقى لا فترة وكل اليوم والتاني بتنزل علشان تدور على احسن مكان تاخده علشان تعمل فيه الصالون بتاع التجميل واخيرا استقرت على ته وخلاص هتزبط فيه وحتبدأ مشروع جديد وده اللي كانت مخبية عن راشد كل الفترة دي فهدقعت في الكافية وبييجي ادم وبيتكلم معه بيقول لقل لبقى حكايتك بقى لك 3 ايام بيت هنا ايه اللي حصل؟ قال له مفيش يعني مش مرتاح شوية قال له مش مرتاح تقوم تبط في الكافية 3 ايام قال له يعني شوية مشاكل كده هو فين راشد؟ قال له لو النبي ما تجيب سيرته اللي حييجي يطوب في اي وقت سيبني بقى منه علشان هو تعليماته كتير وبيتكلم كتير وبيخلي الكافية كله على بعضه ملاقي بعد كده صحر بتتكلم مع خالد وبتقول له لقيت الملف اللي انت كنت بتدور عليه رده وقال لها اي ملف قالت له الملف اللي سألتيني عنه قال لها لا انا عمري مضيع ملفات قالت له امانت اتصلت بيا ليه؟ رده وقال لها بصي انا كنت شاكك في بنتي انا رجعت لقيتها بتتكلم في التليفون ولما سألتها قارتلي ان هي بتكلم معاك وده اللي خلاني اشك فاتصلت بيكي ولاقيتك ممش بتكلميها وده اللي خلاني اشك فيها انا مش عارف يا بتعمل ايه بس انا خايف جدا وحاسس اللي بنت بتضيع مني انا كل اللي محتاجه منك يا صحر انا عارف ان انت صحبتها قوي وبتحكيلي كل حاجة انا بس محتاجك ان انت تحكيلي اي حاجة بتحصل لها علشان ابقى متطمن عليها مش اكتر وطمني انا مش هقولها اني عارفت منك حاجة اهم حاجة تقللي اسرارها علشان اتطمن وكمان مش هقولها اي حاجة علشان سقطها فيكي ما تتهزش بتسقط صحر اما راشد فبيروح على فهدي في الكافيب بيقوله معليش اتأخرت عليك اصلا انا كنت مع مراتي يعني منشوف بيوت سنتر علشان قاطر يعني حنفتح مشروع جديد قال له فعلا قال له ايه بس ما تقلقش الكافي برضو حيبقى معايا وانا يعني حشوف ده وحشوف ده والاولوية طبعا للكافي ما تقلقش من لايه بعد كده جدا مزنى قاعدة مع باسل مقلقة جدا من العقد جديد وشروطه خاصة ان الشرط الجزائي كبير جدا وانها مقلقة جدا بسهو الموضوع ده لكن طبعا باسل بيقولها ان المشروع ده والعقد ده المفروض ان احنا نمضي لان دي صفقة كويسة جدا مع الراجل ده اللي اسمه خليل الف من يتمنى ان هو يتعاقد معاه مش انت برضو عرضت الورق على المحامي بتاعك ردت وقالت ايوة وطمني وقال لك كل حاجة قانونية بس انا مش مرتاحة برضو رد وقال لها الموضوع ما يتفوتش صفقة مع خليل محدش طبعا يقدر يتشارك معاه بالبساطة دي من لايه بعد كده يوسف بيقول لبراهيم انا هتجوز خلاص بكرة قال له طيب يعني عايزني اعمل لك ابرك لك مثلا وانا في حاجة ممكن اعملها رد وقال له اه تفتح اوراقك وتسجل نص املاكي وصروتي لهيفا قال له انت بتتكلم بجد يعني انت مقامل لها معلش يعني في السؤال رد وقال له لا مش مقامل لها وعارف ان هي انحاشت مع فارس وعارف ان هي رجعت معاه وعارف ان بينهم وعارف كل حاجات لكنش كان شرطها ان انا هكتب لها نص املاكي علشان تتجوزني انا عارف كل اللي بيحصل من وراي وكان بيحكي وهو بيعيط وبتخلص الحلقة على كده ده كان ملخص لاحداث الحلقة الـ 546 ومساسة للمراسة يارب الملخص يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة ويتعافي للجرس علشان يوصلك كل جديد اشتركوا على خير في فيديو جديد باي باي